بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذا هو اللقاء السادس والثلاثون في سلسلة أفلا تذكرون نريد اليوم أيها الأحبة أن نتذكر هذا الكائن المسمى بالإنسان كل يوم هناك حقائق علمية تنكشف أمامنا تؤكد أن هذا الإنسان أعقد بكثير مما نتصور وأعقد مما صوره لنا علماء التطور فهو مخلوق متكامل تتجلى فيه قدرة الخالق تبارك وتعالى أيها الأحبة اليوم سيكون حديثنا عن بصمة الدماغ نحن نعلم أن هناك بصمة للأصابع وكل مخلوق كل إنسان على وجه الأرض من السبعة مليارات إنسان أو أكثر له بصمة إصبع تختلف عن الآخر هذه البصمة للأصابع أيها الأحبة هي دليل قوي على أن تكاثر الإنسان ويعني تطور هذا الإنسان عبر آلاف السنين يتم وفق عملية مبرمجة وليست حسب المصادفات العشوائية ونحن عندما نقول تطور الإنسان لا نعني أنه تطور من قرد التطور موجود ولكن موجود على مستوى الجنس الواحد يعني البشر يتطورون ولكن الأصل هو سيدنا آدم عليه السلام هؤلاء البشر أيها الأحبة لكل واحد منهم بصمة إصبع تختلف عن الآخر حسب نظرية الاحتمالات أحبة في الله لو أردنا أن نقول إن المواليد الجدد يخلقون حسب الطفرات العشوائية للجينات ما يحدث أثناء التكاثر من جينات من طفرات عشوائية وعمليات التزاوج بين الذكر والأنثى النطفة المذكرة تمتزج وتختلط مع النطفة المؤنثة وهي البويضة لتشكلان النطفة الأمشاج لو كانت العملية تتم عن طريق نظرية الاحتمالات والعشوائية والمصادفات كما يدعي علماء التطور إذن لكان لدينا احتمال أن نجد تشابه بين بعض البشر في موضوع بصمة الأصبع لو وجدنا الاحتمال كبيرا ولكن حتى الآن يعني لا نعرف أن هناك بصمتي أصبع متطابقتين مئة بالمئة وإذا حدث ذلك كحالة شاذة في إصبع لا يحدث في الأصابع العشرة يستحيل ذلك معنى هذا أن عملية خلق الإنسان هي عملية مبرمجة اليوم أيها الأحبة العلماء يكتشفون أيضا أن لكل واحد من هؤلاء المليارات السبعة على وجه الأرض له بصمة دماغ محددة فدماغ كل واحد منا يصدر ترددات كهراطيسية بشكل دائم تتناسب مع نشاط المخ وتتعلق هذه الترددات الكهراطيسية بنوع العمليات والأنشطة التي تجري في دماغ الإنسان فالإنسان الخائف يصدر موجات كهراطيسية تختلف عن الإنسان المطمئن الإنسان الحزين أو المكتئب شكل الموجات التي يطلقها مختلف عن إنسان سعيد أو فرح فالإنسان أيضا عندما يتذكر تفاصيل موقف ما يتذكر حدث معين شيء مر به فإن دماغه يصدر ترددات كهراطيسية تختلف عن تذكره لمشهد آخر سبحان الله يعني شيء عجيب أيها الأحبة فالدماغ أيها الأحبة مصمم ليطلق هذه الموجات الكهراطيسية التي تبدأ منذ الليلة الثانية والأربعون إذن هذا الدماغ صممه الخالق تبارك وتعالى ليطلق هذه الموجات الكهراطيسية منذ أن يكون الإنسان جنينا في بطن أمه عمره 42 يوما ونحن لدينا حديث عظيم رواه الإمام مسلم رحمه الله يقول إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وعظامها وجلدها ولحمها وفي رواية أخرى ونفخ فيها الروح اعتبر العلماء أن هذه الموجات التي يبثها الجنين بعد ستة أسابيع أي 42 يوما من عمره ويكون حجمه بحدود سنتيمتر تقريبا يبدأ دماغه بإطلاق هذه الموجات التي تدل على وجود الروح وكأن كل إنسان له روح مختلفة عن الآخر طبعا الموجات الكهرطيسية ليست هي الروح أيها الأحبة هي دليل أو هي من آثار وجود الروح التي ينكرها الملحدون ينكرون الروح إذن بماذا تفسرون هذه الموجات الكهرطيسية التي يطلقها الدماغ ما الذي يجعل هذا الطفل أو هذا الجنين من سن 42 يوما يطلق هذه الموجات الكهرطيسية التي تستمر حتى يموت من الذي أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرقم 42 من عمر الجنين كيف علم أنها دليل على نفخ الروح والعلماء يقولون ذلك يقولون بعد اليوم 42 يبدأ هذا الطفل بتمييز يعني موضوع السمع والبصر والإحساس بالألم يبدأ بعد اليوم 42 أيها الأحبة شعور الإنسان بالألم يبدأ بعد اليوم 42 تصوروا كأن هذه الروح هي المسؤولة عن موضوع الألم وموضوع حركة الإنسان وحياته والملحدون الذين أنكروا الروح نوجه لهم سؤالا كيف تفسرون وجود هذه الموجات الكهرطيسية التي أنتم من اكتشفها وأنتم من قال هي دليل على وجود الإحساس والألم وأنتم من وضعتم الأجهزة وقلتم إنها تتوقف بعد موت الإنسان بنصف ساعة تقريبا ما هو الدليل؟ إذن هذه الموجات الكهرطيسية عندما حللها العلماء وجدوا أن كل واحد من السبعة مليارات إنسان الآن على وجه الأرض له موجات كهرطيسية مخطط دماغ يختلف عن الآخر سبحان الله لا يمكن أن يتشابه إثنان أبدا العلماء أيها الأحبة طوروا تقنية بصمات الدماغ الدكتور لاري فارويل ابتكر طريقة لقراءة الترددات الكهرطيسية اللا إرادية التي يصدرها الدماغ استجابة لرؤية صور معينة يعني عندما تنظر إلى مشهد أو صورة معينة يحدث لديك أثر في دماغك فأنت عندما تنظر إلى مثلا إنسان يبكي طفل يتيم يبكي يحدث لديك نوع من العاطفة تتعاطف معه على عكس عندما تنظر الإنسان مجرم مثلا لا تتعاطف معه إحساس آخر فهذا الباحث طور هذه التقنية للتعرف على الصدق والكذب الخاص بالمجرمين أثناء التحقيق معهم طبعا على خلاف جهاز كشف الكذب فإن دقة تقنية بصمات المخ أو بصمة الدماغ تكمن في قدرتها على التقاط الإشارة الكهربائية التي تعرف باسم بي 300 قبل أن يستطيع المشتبه به التحكم في انفعالاته لأن القرار أيها الأحبة يعني أنت عندما يوجه لك سؤال الإجابة تحضر هنا في دماغك ثم تنطلق على لسانك فأنت تتخذ القرار قبل عدة ثواني في دماغك ثم تنطقه على لسانك هذا الجهاز يقيس الإشارة بي 300 التي تدل على نشاط المخ قبل أن تصل هذه الإشارة إلى اللسان لينطق بها قبل أن يحاول أن يكذب ويؤلف وبالتالي يأخذون الإشارة الدقيقة فيتعرفون بأن المجرم يكذب أو أنه صادق بري طبعا أيها الأحبة تمكن العلماء اليوم من استخدام هذه البصمة بصمة الدماغ أو هذه الإشارات الكهراطيسية التي يطلقها الدماغ إلى تشغيل جهاز كمبيوتر يعني اليوم هناك أجهزة كمبيوتر تعمل فقط من دون الكلام ومن دون اللمس فقط بالنظر والتفكير بكلمة ما أنت مثلا تفكر مثلا بكلمة أو بإسم الله تعالى عندما تفكر بهذا الإسم دماغك يعطي موجة لها شكل معين الكمبيوتر يلتقطها ويحللها ويرسم لك إسم الله أو يكتب إسم الله سبحان الله مثال يعني على ذلك فاليوم أيها الأحبة هذا الأمر كان خيال علمي ولكن اليوم بدأ العلماء بتحقيقه بالفعل ويعني بخاصة في معهد التشغيل الآلي في مدينة بريمن الألمانية تمكنوا من التوصل إلى جهاز جديد للتحكم عن بعد في جهاز الكمبيوتر والدكتور فارول يقول إن هذه التقنية علمية جدا بصمات المخ ليس لها مشاعر وليس لها علاقة بالأحاسيس ولا بإفرازات العرق هي ببساطة تحدد بشكل علمي إذا كانت المعلومات موجودة في الدماغ أم لا تصورتم أيها الأحبة يعني خطورة هذه الطريقة أنها تكشف بدقة ما يدور في دماغك بغض النظر عما تنطق أو ما تحاول كذبه أو ما تحاول تلفيقه تأخذ المعلومة الصادقة من الدماغ وتظهرها وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يخدع هذا الجهاز إذا أراد أن يكذب إذن أيها الأحبة هذه الطريقة أيضا لا تعتمد على التأويل غير الموضوع للشخص الذي يجري الاختبار عليه فالكمبيوتر يراقب المعلومات ويفيد بميزات أو خصائص هذه المعلومات الموجودة بالفعل ويقول الدكتور فارول دقة هذا الجهاز تصل إلى مئة بالمئة سبحان الله هنا أيها الأحبة يعني كان لدينا بحث يتحدث عن علاقة القلب بالدماغ أن الدماغ هذا لا يستطيع العمل بمفرده من دون القلب لأن القلب هو الذي يغذيه بالدم فإذا انقطع الدم عن الدماغ يتوقف ويموت الإنسان توقف الدماغ تماما فالقلب يضخ مع الدم رسائل كيميائية ورسائل كهرطيسية أيضا لأن المجال الكهرطيسي للقلب أقوى من الدماغ أقوى بكثير على فكرة فهو يؤثر على المخ ويأمر هذا الدماغ أن يتخذ إجراءات معينة إذن المعلومة الصادقة تخرج من القلب باتجاه الدماغ وتعطي هذه الإشارة الصادقة التي سماها الباحث بي 300 وبعد ذلك يبدأ الإنسان بمحاولة الكذب فيجري الكذب على لسانه تمام الآن لدينا آية في القرآن أنا أود أن أستعرضها معكم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم سبحان الله انظروا أيها الأحبة دقة كلام الله تبارك وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أي أن هناك منطقة في القلب تتشكل فيها المعلومة الصادقة يرسلها للدماغ طبعا القرآن أخذك باتجاه القلب باتجاه المصدر الرئيسي العلماء طبعا منهم من يعترف بهذا الكلام ومنهم من يقول القلب ليس له علاقة إنما نحن نعتقد أن هذا القلب الذي له مجال كهرطيسي أقوى من الدماغ والذي هو مسؤول عن تغذية الدماغ بالدم وبعض الهرمونات تمر عبر الدم والأغذية والعناصر المعدنية والكذا التي موجودة في الدم نظام المناعة إلى آخر كله يمر عبر القلب القلب هو الذي يقوم ونحن لم نكتشف كل أسرار القلب حتى الآن أيها الأحبة هذه المعلومات الصادقة تصدر إلى الدماغ وتتفاعل مع الدماغ بعد ذلك إذا أراد أن يكذب الإنسان ينطق الكذب بلسانه لذلك القرآن عبر عن هذه الجزئية قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تمام أيها الأحبة إذن هذه المعلومة أنبأ عنها القرآن الشيء الثاني نحن نقول لكل ملحد أنت إذا كنت تعجب وتدعي أن القرآن يحوي أساطير أن هذا الجلد سينطق والبصر سينطق والسمع سينطق واليد والأرجل ستتكلم فنحن نقول لك إن العلماء اكتشفوا أن الدماغ بموجاته الكهراطيسية يتكلم فالله أقدر من العلماء على أن يجعل لهذه الأعضاء لغة يعني اليوم نستفيد من بحث بصمة الدماغ أن العلماء استطاعوا أن يجعلوا هذه الموجات الكهراطيسية التي يطلقها الدماغ تتكلم وتأمر الكمبيوتر مثلا بعمل ما فيقوم به من دون أن من دون حتى أن تنظر بمجرد أن تفكر حتى لو أغمطت عينيك وفكرت بكلمة معينة يكتبها الكمبيوتر الذي يلتقط شكل الموجة الصادرة من دماغك لأن هذا الشكل يختلف من عبارة لأخرى من كلمة لأخرى من مشهد لآخر إذا كان الدماغ ينطق طيب من المنطق أن نقول إن الجلد ينطق الله تعالى يقول حتى إذا ما جاءوها طبعا هذا الكلام يوم القيامة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها أي جاءوا النار ماذا يحدث أيها الأحبة شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم الكافر يقول إن الأذن تسمع تشهد البصر يرى فيمكن أن يشهد لا يستغرب ولكن يستغرب من شهادة هذا الجلد الذي في الدنيا لا ينطق كيف نطق هذا الجلد لذلك حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لم يخاطبوا السمع والبصر خاطبوا الجلد عندما رأوا هذا الجلد يتكلم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا هم لم يقولوا كيف تنطقون أو لما نطقتم أرادوا أن يبقى الجلد يعني صامتا لا يتكلم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ماذا تقول هذه الجلود قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون لذلك أيها الأحبة هذه الآيات تدعونا للتفكر الله تعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون طيب هذا الإله العظيم الذي وضع لكل إنسان على وجه الكوكب بصمة لدماغه تصوروا بصمة فقط للدماغ يعني أي مصادفة هذه تأتي لتعطي كل إنسان ميزة تختلف عن الآخر وأتذكر معكم آية أيها الأحبة يمكن أن نفهمها بشكل مختلف معا يعني الله تعالى يقول بلى عن الإنسان يخاطبه بلى قادرين على أن نسوي بنانه البنان هي المعالم من أي شيء هذا المعنى الأساسي في الكلمة البنان المعالم فاعتبروا في التفسير أن بنان الإنسان هي الأطراف هي العلامات المميزة فيه بلى قادرين على أن نسوي بنانه فالله تعالى قادر على أن يسوي هذه البصمات التي تميز كل إنسان عن الآخر قادرين على أن نسوي معالمه فلا تميز شخص من آخر قادرين على أن نسوي حتى بصمة الدماغ فنجعل كل البشر لهم بصمة واحدة فلا تستطيع أن تميز بين شخص وآخر هناك أيها الأحبة بصمة للعين يستخدمها الآن العلماء في اختراع أجهزة للكشف عن شخصية الإنسان هناك بصمة للوجه كل إنسان له بصمة وجه تختلف عن الآخر بصمة لللسان لو أخذنا مقطع من اللسان نجد تصميم اللسان يختلف من كائن لآخر ولا يوجد لسانين متطابقين على وجه الأرض هناك بصمة لشكل الأذن هذا الشكل الشكل هذا يختلف بين السبعة مليارات إنسان من أغرب أنواع البصمات التي قرأتها مؤخرا بصمة للمشي لو وضعنا سبعة مليارات إنسان عدد البشر على الكوكب الآن وقمنا بتصوير كل واحد وهو يمشي لا نجد أي اثنين متطابقين نجد لكل واحد طريقة في المشي تختلف عن الآخر سبحان الله طيب بالله عليكم هذا الإله العظيم أيجحد أينكر هذا الإله أليست هذه آيات تدلك أيها الإنسان على وجود خالق عظيم أليس هذا الخالق العظيم يستحق منا العبادة وأن نذكر هذه النعم التي أكرمنا بها ونذكر هذه الآيات ونحمد الله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وإلى لقاء قريب إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته